مرحبا بكم في قناة مطبختي لمسان اليوم المطبخي يجب عليكم شرائح الدجاج باني بتتبيلة رائعة جاز فيهم حل بنا ببحدها و عملناهم مقلين شوفوا البنات ميديو قهم و مي شربو زيت موال و كامل مقلينهم و يجب في نفس الوقت شوفوا معي القرمشة باش مرطي لكم هذيك الأشرة اللي عملنا على ملفوق و ما تسند لكم فيها حالة صغيرة اتبعوا معي و دوكن نقلها لكم في الفيديو و انا رفقتهم بحشوية تاريخ خيد و بهذا الصوص بلونش اللي كنت عملتها لكم فيديو الشرح مفصل دوكن نحط لكم الرابط على الوصفة ديالها في صندوق الوصف و في التعليق المثبت خليكم معي باش تشوفوا الطريقة اللي حضرت بها الوصفة تاعتن هاليوم نبدو بسم الله على مركات الله اول حاجة نحتاجو الى لزي سكالوب تاع البولي انا هدو قصهم اللي البوشي شريتهم هكذا تقدو تعودوهم حتى بلزي سكالوب تعدان يجيو ملاح بزا 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 باش هكذا كي تقليوهم في الزيت يتيبو لكم غاية الغاية و هنراني نفيغي في ليزي سكالوب ديالي و نشوف لو كانت عندي الحبة خشينا و لو كانت عندي الحبة كبيرة ننقص على زوجو و لو كانت فيها شي جدا نحيهرها نقلبهم قبل ما ننحرجهم وهنا تقدو تخدموا زي سكالوب البنات في الدار ماشي بسيف عليكم شريوهم عند الجزار إلا تحبو تقوموهم حاجة رخيصة إذا نشريو هكذا نصص صدر تعجداد ولا صدر كامل نحيولو العدمة و هذيك الكردال تاع هذيك صدر الدجاج هذيك اللحمة ببحدها تحيوها في كونجيلة بالعدم و خليوها غي شوية قبط رأسها ما تخليوها تكونجلا مية بالمية يعني حسابي قبط هذيك صدر تعجداد رأسه و تبدأوا ترفضوا هكذا خدمة قاطع و حاولوا تقصوهم إلى شرائح يكونوا عندكم ارقاء يعني يخدموا ليزي سكالوب ديكم و يبحدكم في الدار بس حاسم خاصكم هذيك صدر تعجداد يكون شوية كونجلي ماشي جامد وماشي تريب باش يعاونكم في الخدمة نعاوض نجيب ثلاثة فصوص تعال التوم كبار والاحتار بعيد يبنان بزاف بزاف بالبناء تعال التوم و نسكرفجهم في السكرفاج يكون عنا ارقيق نعاوض نزيد عليهم زوج معالقة كبار تعال الزيت و نزيد عليهم ملعقة صغيرة مملوقة جيدة تالملح باش ميديوناش صامتين بولي دينا ما يجيش بلين كي يكون صامت و نصف ملعقة صغيرة تعال الفلفل اسود و نصف ملعقة صغيرة تعال سكنجبير و ربع ملعقة صغيرة تعال الكمون ما تكتروش بزاف زاف بالبناء تعال الكمون باش ميديش فيهم عودة غالبة و نزيدهم ملعقة صغيرة مملوقة جيدة تالفلفل الحمر و ملعقة صغيرة مملوقة جيدة تعال التوابل خاصة بالدجاج و هذا التوابل خاصة بالدجاج تعطيهم بنا روعة لهذا الجدد بلا منصف ملعقة صغيرة على مدرد لدرورية في الوصفة حتى يدلهم بزاف البناء و لو كانت عندكم الليم عملوا حل عصرات على الليمة و نحاول ندخل غاية ملعقة كبيرة مع ملعقة كبيرة الماء ملعقة كبيرة و احتزواج مع الاكبار لحضروا غاية التوابل وهذا الاخرار اضينا و لكن عندكم الوقت تقدمت انتباه من الساعة أو ساعة و اضيفهم اضعوا في الفيلم وخليهم يشربوا غاية الحراج لكي يجيوكم ابنان ولم يكن لديكم مباشرة تبدو تخدموا بهم نجيها واحد خراه نقيت حل حبيبات الباطاطا وراني نقصهم ليفخيت ركم عارفين يموتوا على ليفخيت وكان يسيبوا ياكلهم كل يوم راني نعملهم خاطرهم عاود بديت بلاسوس بلونج حتى هي نحيتها مطرق وجيتها يلولا ومع التالي كان منصبها واجدة دوكين عاود نسخنها والرابطة الوصفة ديالها دوك تصيبوه في صندق الوصف وهنا عاود وجيت سوالحي عملت زوج حبيبات ستاولي جدد باحدهم وعملت كميات الفارينا في الطبسة واحد اخر وكميات على شابلوغ ليها خوز مرحي وستلو قليل من تواب التعداجش باش ديني لشابلوغ ديالي ابنينا جبت هكذا فرشيتها وراني نترب في هذيك زوج حبيبات ستاولي جدد ونبدأ ونخدمو بلاسوس كالوب نفدى هكذا لاتخنش ديالي نفوتها في الوصف كامل في الفارينا وننفضها غاية الغاية نعاود نفوتها في البيض نخدم بالفرشيتها في البيض باش ما نوصغش يديها وتلصق ليه لعشابلوغ في يديها وجيني خدمة ديالي مع انفجا حاولوا ما تسمخوش يديكم بولي جدد ونعاود نفوتها في العشابلوغ شوفوا يديكم كيفاش تبقى ناشفة ولا يكن جديد think of them between the white 나가 t Cooper تدو هذي العمليات وتعمل هذه الهم زوجة تلى مرة المرة المرة تعملو الفارينا في البيضGet عود نفس الشريحة تاعة لازي سكالوب يعني لامام تخنج تعود وتفوتها مرة وحد اخرى مرة الزوجة في الفارينة وفي البيت في لازي سكالوب وديكم هديك الاشرة ديكم بنينا هديك هي الاشرة اللي نحبوها في لازي سكالوب الخبيش عليكم ما انا البناز عملت لهم غي مرة واحدة ديها وحد اخرى عملت سلسيت دي هالي تخصخوني غاية الغاية في المقلة هدي نصيحة جد مهمة باش هديك الاشرة خوصية انتم ما يديو ناش شاربين زيت خاصنا زيت دينا تكون سخونة وكذلك النصيحة اللي نعطيها لكم هدوك الازي سكالوب دينا ما خاصهم جيتغطاو بالزيت باش هديك الاشرة مل بعد ما تطرنش وطير خاصهم الزيت توصل غيل للنص هكدا نعملو غيل عبان زيت ما تكتروهم شيعومو في الزيت ما يتغطسوش اللي زي سكالوب في الزيت على خاطر كن يتغطسو يجيو نادين من بعد وهديك الاشرة الطير هدي هي النصيحة اللي نمدها لكم دروقع عني نقلي فيهم ومجاها وحتراني موجدها يدي لعصوص بلوش ديالي ريها طيبة ورها قدام وواجدة دوقف التالي نسخنها واني عملت كمية من الزيت باش نقلي فيها ليفخيت روكم عارفين يدمنى ويدمنى ومنسهاوش زيت تعليف خيدي ديالي ريها سخنت لي مان يعملت في قلبهم البطاطا تنقلة ومنسهاش على هذه اللي زي سكالوب نعود نمشي نقلبهم صبتهم بداوي حمار والمجهة التحتانية نقلبهم على الجهة الزوجة خاصكم تحمرهم مليح اللي زي سكالوب ديالكم باش يجيوكم بنان ما تخليهم شوفر حمرهم غاية الغاية باش يجيوكم بنان ما تخافوش دو كي تطيبو لكم على خاطر هدوك الشرائح اللي قصيناهم كنوراء كي تحمروا لي غاية الغاية نفوت باش نقطرهم فوق بابي أب صغبو ودوك تشوفو ميجوش كامل شاربين معاكم الزيت كي كملت صبت اللي في خيدي ديالي حتى همان حمارو مشي تنصفيهم شوفو يدمنى ويدمنى وهنا سايكل شيرا عندي واجد مشي تفرغت لصوص بلانش في طبق التقديم سقدت اللي زي سكالوب اللي في خيدي في الطبسي ديالي شوفو كيفاش جاو محمري مزوج جوايح ويبقوا معانا كخوستيان تلبنا حتى يقعدوا معانا المدة طويلة سمعوا الصوت معايا البنات شوفو كيفاش جاو مقرمشي نزيدنا طيلكم كنصيحة حداري تغطيو عليهم هما سخوني على خاطر كون تغطيو عليهم هما سخوني يتنداو وكانت هذه هي وصفتي اللي اخترتها لكم نهار اليوم انا متأكدة باللي تعجب العائلة ديالكم ووليداتكم انا عارف اولاد اليوم هذا ما يحبوا غيرت لهم الحمولة في خيط وخاطئكم وانا رفقتها بهذا الصوص بلانش ريزات لهم بنا على بنا وجدوها فعشة ولا فطر وحتف شهر رمضان الكريم رها للأبواب الله يجعل هنا بالمكتوب ان شاء الله يجي مليها هاد الوصفة مرة نعملوا مرة اصخورنا ونعملوا الخاطرتها الكبير ومرة نعملوا حاجة نشفة ونعملوا الخاطرتها الصغار بس فعلينا نعملوا الخاطرتها كام العائلة ديالنا مع حريرة يجيوم اللي حولي صالي وصليت والله يوضعش يباركة ما تنسونيش بتعليقاتكم اللي تفرحني بزاف بزاف كينقرة ربي يفرحكم دنيا واخيرة وبدعمكم بحبكم اللي عندي يسوى الدنيا وما فيها وشوفكم فيديو اخر في وصفة اخرى بادني الله